أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان حضراتكم اسمحوا لي في بداية حلقتنا في الأسبوع الحالي أننا نتكلم في برنامج الجدعان عن خبر يفرح فعلا إحنا صادراتنا الزراعية تجاوز حجمها في الموسم التصديري الحالي أكتر من 5 مليون طن وده معناه باختصار شديد جدا أن عندنا زيادة في الصادرات تقدر بحوالي 800 ألف طن لو قارننا ما بين الموسم الحالي والموسم الماضي في تصدير الحاصلات الزراعية ولو حددنا السبب الرئيسي في هذا الإنجاز نقدر نقول باختصار شديد جدا أنها منظومة التكويد اللي نجح الحجر الزراعي المصري في تطبيعها بجدارة وشملت ما يقرب من 12 محصول وفتحت لمصر أسواق أكتر من 85 دولة في 3 سنين طبعا ده إنجاز كبير جدا إحنا كنا زمان بنفتح الدولة في 3 و 4 سنين ملفات رايحة وملفات جاية عشان نصدر منتجاتنا الزراعية إحنا النهاردة بقول لحضراتكم 85 سوق فتحت كل أبوابها للصادرات المصرية في أقل من 3 سنين لأن عندنا النهاردة منظومة تكويد حقيقة تقدر تقدم للعالم أفضل المحاصيل الزراعية وأيضا للسوق المحلي إحنا كل المحاصيل اللي بتطرح النهاردة في السوق المحلي من 12 محصول رئيسي كلها معاملة معاملة تصدير يعني محاصيل آمنة بنسبة 100% وحضراتكم اسمحولي أكلمكم بالأرقام عن حجم صادراتنا إحنا الأول مرة نوصل بصادرات البطاطس لحوالي 900 ألف طن تخيلوا كنا كل سنة أقصى حاجة بنوصل لها 700 ألف أو 750 ألف طن إحنا السنة دي تجاوزنا قبل نهاية الموسم التصدير للموالح 1.900.000 طن لسه في المحطات والتلاجات موالح جاهزة للتصدير أيضا العنب إحنا صدرنا 134.500 طن ده الأول مرة كل أصناف العنب توصل لهذا الحجم والبصل وصل لحوالي 352.000 طن ولسه مكمل كمان الفاصولية صدرنا منها 93.300 طن والبطاطا وصل حجم صادراتها لـ 58.500 طن أرقام عمرنا مسماعنا عنها في صادراتنا الزراعية الله أكبر بجد على حجم هذه الصادرات أنا بجد عمري ما شفت في سجل الصادرات المصرية مثل هذه الأرقام خلي بال حضراتكم دي حاجة تشرف في العالم كله إنك تدخل أي سوبر ماركت أو سلسلة تجارية تلاقي المحاصيل المصرية وبأعلى جودة حضراتكم النهاردة انزلوا السوق المحلي وشوفوا جودة المنتجات الزراعية في كل سلسلة تجارية حتى عند الفكهنية والخضراتية كل ده بفضل التصدير التصدير يزيد حجم المعروض في السوق المحلي كمان لازم نأكد على جهود وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي المصري المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات وزارة الزراعة بفرقها اللي بتنزل تدعم وتساند كل المزارعين كمان هيئة الصادرات والواردات كمان الهيئة القومية لسلامة الغذاء كلها جهود تدفرت حتى تنجح منظومة تصدير الحاصلات الزراعية وان شاء الله قبل نهاية الموسم التصديري الحالي هنكسر حاجز الست ملايين طن حاصلات زراعية وكمان هنكسر حاجز التلاتة مليار ومئتين مليون دولار اللي صدرنا بيهم في الموسم الماضي خليكم معانا في حلقة هامة جدا من حلقات برنامج الجدعان